السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم يا جماعة عاملين ايه? رب دايما تبقوا بخير? النهاردة معنا فيديو بسيط جدا وسهل خالص. هنفرز حبة حاجات كده مع بعض. يعني نحط افكار لبعض ونحط ترتيبات لبعض. انت ممكن تعملي بقى اي حاجة انت بتحبيها وعايزة تفرزيها. اه انا انا هعمل حاجات. انت ممكن تعملي حاجات تانية. ندي افكار لبعض ازاي نخزن الحاجة اللي عندنا. اه يعني انا عندي برطقان عندي فراولة عندي بسلة. انت برضو مشوفي ايه الحاجات اللي بتحبيها وخزنيها. اه لان المدارس اه او فيها يبقى فيه مدرسة يعني ايام ايام رمضان ان شاء الله. اه فتبقى فيه حاجة سهلة تحت ادينا يعني. انا مش بقول الدنيا تختفي الحاجات منها. لأ احنا بس بنقول علشان نسهل على بعد شوية في ايام الدراسة وان شاء الله يبقى شهر خير عليكم يا رب. هنا بفرز الفراولة. بقول لكم يعني انا بحب بشيل الحتة اللي فوق دي خالص بالا. اه الحتة الخضرة دي بحتة كمان كده من تحتها لشان ما يبقاش فيه اي حاجة في ايه في الفراول. اه لان شفت الناس بتقطف بس الورق الاخدر. لأ لما بقطف الورق الاخدر بلاقي في حتة كمان اه اه مش حلوة يعني في الفراول. اه هنا بشيل بقى معها كويس خالص يعني. بقول لكم بقى ايه هاتوها تكون شوية صغيرة يعني اصلي فيه فراولة اليومين دول في السوق كبيرة جدا. انا بصراحة مش بحبها او مش بحب طعمها. اه هاتو الفراولة او الحاجة اللي هتفرزوها دايما هاتوها فريش وطوزة كده واحلى حاجة موجود. لان هتقعد عندك حبة كمان في الفريزر. يعني لازم تبقى الاحسن تشيلين. اه تفريز الفراولة انا دلوقتي غسلتها حلوة جدا. وستها تتصفى في مصفى وبعدين هعبي بقى في الكياس او علب او اي حاجة عندك عايزة تخزين فيها. انا الكياس بس بتساعدني في ان انا بعرف اه اعملها كويس او ارتبها في الفريزر كويس يعني بسهولة. وعندي ربع كوباية سكر. الكيس ده هتطلعي ايام رمضان ان شاء الله هتحطيه في الخلاط اه مع اه كوباية لبن او كوباية ونص لبن او كوباية ونص مية. هيطلع معاك شافشق عصير فراولة بقى جميل جدا. وهقولك على الضفة كمان للفراولة. هتخلي لونها احلى. وهيبقى لونها يعني مميز جدا عن اي عصير فراولة شفتين. اه سهل اخلص تخزين الفراولة يعني مش مش طعبة. بس انا بقول حاجة تبقى في ادينا. وزي ما قلت لكم انا عاملة كمية قبل دي وشايلها كمان قبل قبل بداية الشهر. فانت ممكن تعملي الكمية اللي انت عايزة. البنجر هو دي بقى بقول لكم التركة او الحاجة الحلوة قوي اللي هتخلي لون الفراولة عندك او لون عصير الفراولة جميل جدا. مش هنحط كتير يعني احنا بنحط شريحتين كده او تلاتة بنجر مسلوق كده مع عصير الفراولة وانت بتضربيه. يعني هتروح امطلع على كيس الفراولة اللي احنا مجهزينه بالسكر ده. هتحطيه في شفشة الخلاط. وبعدين معهم مثلا ثلاث شريح من البنجر المسلوق. آآ عشان انا هسلقه برضو دلوقتي انا هقسمها كده نصين وهسلقها في مياه. وهخليها بقى قطعها كده شريح عشان تبقى سهل ان انا اخد من الطبق على طول آآ اللي انا بخزنها. اخد شريحتين كده روح رمياهم على الفراولة. تدي لون ونوفاي ده بقى مش عايزة اقوله. يعني البنجر ده فويده حلوة جدا. مع الفراولة بقى آآ هيدي لون حلوة قوي وطعم آآ يعني الطعم مش هيبان قوي هيبقى في حاجة لان الفراولة هتبقى طاغية جدا على الطعم البنجر. بس هتدي له لون حلوة. آآ هتحطي بقى هنحطها كده في المياه وحطها للنار تتسلق. وبعد كده هنقطعها بقى ايه شرعي. آآ عايزة برضو تعملي سلطة. هتطلعي كام واحدة كده وتعمليهم برضو سلطة البنجر. آآ في رمضان بنحتاج نعمل انواع من السلطات مختلفة. فدي يبقى تحت ايدك كده يعني بكل سفولة هتطلعي الكيس لو انت يعني مستعجلة او موظفة او برضو قلت لكم عندكم تحانات مذاكرة لان هتبقى ان شاء الله آآ رمضان السنة دي جاي في ايام دراسة وايام مدارس آآ فالواحد مش بيلحق على كل طلبات البيت يعني من نظافة ومذاكرة آآ فتبقى حاجة سهلة قدام ايدك يعني. لكن لو انت عمش عايزة تفرزي حاجة دي حاجة ترجع لك واحنا بندي افكار لبعض بسي. هنا هو حطتهم بقى في اطبال كده. وزي ما قلت لك الكمية عملي الكمية اللي انت عايزها. انا هنا بوريكو نموذج وهخزن اللي انا هقدر عليه. فاللي هيقدر على اي كمية هيخزنها برضو. بتنفع جدا وبتبقى الحاجة تحت ايدك بكل سهولة. هنا بقى انا وصافي بقى عادة ان انا فصص في البسلة هي بتحب قوي ما تفصص معي البسلة. آآ وزي ما بقول لكم الحاجة اللي هتخزنيها او هتفرزيها لازم تبقى نمر واحد في السنة. ايه هي تجيبي حاجة تكون آآ يبص البسلة الحبات مليانة كده وآآ وخضرة وجميلة ايه هي تجيبي الدبلانة والحاجات دي مش هتديك نتيجة حلوة في التفريز وهما تيجي تطلعيها مش هتقدرت تعملي منها حاجات كتير. انا هنا ما بخزنش البسلة بالجزر. لأ بخزن بسلة بس لان ممكن احتاجها البسلة دي في حشوات تاني كده مش محتاجة فيها جزر. فانت مش لازم تعملي البسلة مع الجزر. وكمان الجزر لما بتشرف الفريزر آآ بتبقى في عضة كده مش حلوة. آآ انما انت ممكن الجزر بقى ده يعني كل كيس كده تبقى تجيبي معها جزرتين فريش هتبقى حلوة ماشية العملية يعني مع البسلة لو انت بتعمليك خضار. آآ هنا انا بقشر الجزر ده كده وهسلقه بس ده مش للبسلة طبعا. ده هنعمل منه برضو ايه? هنعمله جنب العصير البرتقان آآ فانا هجهز برضو حب كده كمية كده من الجزر آآ تبقى عندك مسلوقة وجهز على طول على انك تاخذيها وتحطيها مسلا مع البرتقان وتعمليها آآ عصير البرتقان او تعمليها مهل لبيز اللي كنا عاملينها دي برضو آآ فدي حاجات برضو تبقى سهلة قدامك ومتاحة تحت ايدك الحاجات دي صدقوني لو عملتيها تسهل عليك وهيبقى رمضان ان شاء الله سهل جدا حتى لو عزمت كل يوم يعني عملت كل يوم عزومة هتبقى في حاجات كده سهلة متحت ايدك آآ تنجز معاكي زي ما بقولك انا بوريكي حبة دول انت تعملي كمية اكبر تنفعك تنفع البيت يعني وتبقى تحت ايدك آآ خلص تلقتهم وصفتهم وحطوتهم برضو في اطباق هعمل بقى البرتقان انا هنا غسلها كويس جدا وبقشر آآ اي كمية بقى عندك بقى برتقان برضو اي نوعية برتقان انت عايزاها ممكن تخزينها بالطريقة اللي عليها دي انا بس هشيل القشرة البرتقاني دي من برة وبرضو هشيل القشرة اللي من جوه الابيض دي لان طبعا في العصر بتبقى مش آآ طعمها حل وممكن تعملي بقى تأذين بالبرتقان ده في حلويات آآ في رمضان ان شاء الله في يعني برضو ده من الخزين اللي بيبقى حلوة جدا آآ آآ يدي برضو حاجات يعني مفيدة جدا احنا عارفين ان رمضان سادي الشتاء يعني فده متاح جدا بس زي ما بقولك انا مش بشيل علشان هو مش موجود او علشان هيخلص من السوق انا بشيل او بخزل ده او بفرزه بس عشان رمضان يبقى سهل شوية عليك في ايام الدراسة ودي افكار ترجع لك لو انت مش حابة ما تخزليش وما تفرزيش حاجة آآ انا كنت بقى ناس يعمل ايه اخد آآ بشر برتقان ده جميل جدا مش عايز اقولك بقى في آآ في المعجنات او لو بتعملي كيكة برتقان او اي حاجة آآ البشر البرتقان بتبقى فيه ريحة ونكها اكتر من البرتقان نفسه يعني عصير البرتقان مش هيديك تست البرتقان قد ما هيديك بشر البرتقان فبشر البرتقان ده مهم جدا لو لويت تتخزيني كمية البرتقان كل الكمية البرتقان تخزيني اخد منها البشر بتاعه هنا خلاص الشرط الكمية كلها وزي ما قلتلكم شيلت الاشرق البيضة كمان هلعد ما تقدر يشيل الاشرق البيضة دي وقطة هي بقى كده الشرايح زي ما انت شايفة آآ عايزة تعملي صلطة فاك هتعملي عايزة تعملي آآ عصير هتعملي انت هتبقى قدامك بقى حاجات وانت تقدر تشكلي وتعملي كل حاجة لولادك بقى في المضان ان شاء الله آآ وكمان هيبقى مفيد لان انت في الشتاء فالبرتقان ده حاجة كويسة جدا في الشتاء يعني زي ما احنا عارفين آآ هنا هتروسيه برضو في طبق في علبة يعني فيها علبة برضو شفافة كده بس انا ما لقيتهاش عندي النهاردة شلت من فيها حاجات تاني يعني اني كنت جايبة كمية علبة كده بس تخزينت فيها حاجات برضو آآ فممكن تحطيها في طباق فوم كده الطباق فوم دي مش غالية خالص يعني عايزة اقول لك الدستة الاطباق دي تقريبا آآ بحوالي ستة جنيه او خمسة جنيه الاثناشر واحد حوالي خمسة او ستة جنيه يعني مش مش غالية قوي يعني آآ انا هي العاملة قلقاس برضو بس المقطع بتاع تصوير القلقاس مجاش معايا ان شاء الله هعمله لكم كمان مرة لان انا برضو عايزة اخزن في الشتاء القلقاس ببقى جميل جدا آآ زي قد ده كان الفيديو بتاع النهاردة سهلة قوي يعني مش آآ مش حاجات كتير وزي ما بقولك ما تعمليش كله في يوم واحد كل ما تيجي آآ تروحي بسوق هاتي حاجات كده وايه وابدائي فرازي عشان تسهلك في رمضان انا خليفه بقى بالنيلون آآ برتقان والجزر المسلوق والبنجر المسلوق آآ اعملي كميات من البنجر آآ وسلقيها وشيليها وعملي كميات من الجزر وسلقيه وشيليه يبقى تحت ايدك في اي وصفة عايزة تدخلي فيها جزر مسلوق او بنجر مسلوقة تبقى تحت ايدك والبرتقان برضو متقشر وجاهز اعملي كميات برتقان حلوة كده عشان تبصوا كل طبق من دول هتحطي معاه نص تقريبا طبق الجزر ده هيديك ايه آآ شفشق حلو جدا وبردو كيس الفراولة مع آآ شرحتيل تلاتة كده من البنجر ده هيديك شفشق حلو مع بقى طبعا الخشايف مع آآ بلح مع آآ اي عصير تاني او اي حاجة تاني بقى من رمضان وكنت بوريكوا بشر البرتقان بقى هنشيله طبعا لو حبينا ايه نعمل ايه الكيكات ولا حاجة ودي بقى طماطم انا بشيلها كده وحدات من غير اي حاجة غير الصلصة اللي كنت عاملها معاكوا في فيديو قبل كده يا رب الفيديو تكون عجبكم متنسوش اللايك مع السلامة